نتكلم عن واحد من الأخطاء الكبيرة اللي نشوفها بقسم زرع البكتيريا وفحص الحساسية أول خطأ هو فحص حساسية البكتيريا المضادات الحيوية والبعض منه يشتغل هذا الفحص يوزع لأنتو بايتك مثل ما يشوفوني بشكل عشوائي وتجوا وتقول له هذا خطأ يقول لك بشغل لود وما ألاحك لكن انت ما سويت شي يا حبيبي لأن نتيجتك راح تكون أيضا خطأ راح يقول لا وانت ما تعرف قل لسي الأس آي وضع لك شروط بفحص الأنتو بايتك على البكتيريا أنه يكون الأنتو بايتك مقريبة من الجدار ولا يكون أنتو بايتك قريب من أنتو بايتك الآخر نازم المسافة بين أنتو بايتك الآخر ما تقل عن 25 مليمول هاي وحدة والنقطة الأخرى أنتو بايتك مسافة بينه بين الجدار من 10 إلى 14 مليمول هذا كله حتى ميسي التداخل بي الهيبشنز من أقطار التثبيت لأنتو بايتك حتى تكون نتيجة واضحة وداقيقة ترجمة نانسي قنقر